أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا علما إن تبدو خيرا أو تفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قدرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعضه ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم هجرهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا فقالوا أرنا الله جارة فأخذتهم الصيقض بذلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفرنا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوق مضطر بمثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لعتعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتل المسيح عيسى من مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الله اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قول موته ويوم القيامة يكون عليهم شهدا فبظلمهم من الذين نحرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثرا وأخذهم الربا وقدلوه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسقون في العلمين هم والمؤمنون يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والموقين وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤمنون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سوف نؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإساق وياقوب والأصلاة وعيسى وأيوب وأيونس وهارون وسليمان وآتينا دابود سبرا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قاد ضللا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تقولوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عزيزا بن مريم رسول الله وكلمته ألقوها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله وحيد سبحانه أن يكون له ولده له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقرب ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم يا إليه جميعا فأما الذين آمنوا من الصالحات فيوفهم أجرهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله وعتصموا به فسيدخلون في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه سراطا مستقيما يستفتونك كل الله يفتيكم في الكللة إن امرأ أهلاك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يلتها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنذين فلهم الثلث مما ترك وإن كانوا إخوة الرجال ونساء فلذكر مثل حظ الأنثين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم مهيمة الأنعام إلا ما يطنى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا شهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فاضمن ربهم ورضونا وإذا حللتم فاستعدوا ولا يدمنكم شرآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإفل والعضوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتد والدم ورحم الخزير وما أهل لغير الله والمنخنغة والموقودة والمتردية والنصيحة وما كل السبع إلا ما ذكيتم وما ذو بحال النصب وأن تستقدموا بالأزلام ذلكم في استهد اليوم يأسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأطمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم لاستمدينها فمن يطر في مخبصة غير متجانف الإفل فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتهم من الجوار مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعاموا الذين أوتوا الكتاب أهل لكم وطعامكم أهل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أو جرهن محسنين غير مصافعين غير مصافعين ولا متخذين يخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبق عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأيديكم إلى المرافق وامصحوا برعوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جربا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من القائط أو لا مستم النساء أفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامصحوا برعوسكم فامصحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجع عليكم من حرج ولكن يريد لطهركم ولتمن يعمته عليكم وإذا قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات السدور يا أيها الذين آمنوا قولوا قوامين لله يشهد بالقسط يا أيها الذين آمنوا قولوا قوامين لله يشهد بالقسط ولا يذرمنكم شرآن قومنا على أن لا تعدلوه اعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوموا أن يبسطوا إليكم أيديهم كفا أيديهم معكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنين عشرين منهم اثنين عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وعتيتم الزكاة وآمنتم برسله وعزنتمهم وأقرأتم الله قاعدنا حسنا لأكفرن عنكم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جناتي تجريمي تحتها لنهارا فمن كفر بعد ذلك ميقوم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضيهم تقوم لعنهم واجعلنا كل مقاسعة أولئك يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فعبوا عنه واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إننا سأخذنا بي تاقفنا فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينه العداوة والبرضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسلنا يبيكم كثيرا مما كنتم جقون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب منير يهدي به الله من اتبع دوانه سبول السلام سبول السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ويهديه إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح من مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أهلك المسيح من مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصر نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشرش ممن خلاقه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسلنا يبين لكم قضاية بينت يا أهل الكتاب قد جاءكم رسلنا يبين لكم يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشر ولا نذير فقد جاءكم بشر ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال مستهل قوم يا قوم الكون يا مدى الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملكا وأتكم ما لم يؤتي أحد من العالمين يا قوم دخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيكم قوما جبار قالوا يا موسى إن فيها قوما جبار وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخل قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالب وعلى الله فليتوكل المؤمن وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخف فقرق بيننا وبين القوم الفاسق قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسق واتل عليهم نبأ بني أعظم بالحق إذ قرب قربنا فتقبل من أحد ما ولم يتقبل من الآخرة قال لا أغتلنا قال إنما يتقبل الله من المتنقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لذا أقول لك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبعو أبئذني وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء ظالمين فتطوعت له نفسه قتل أخي فقتله فأصبح من الخاسدين فبعث الله غرابي يبعث في الأرض ليريه كيف يواري سوء أخي قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويستعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو ينصلبوا أو تغطع عيدهم وأرجلهم من خلاف أو ينفعوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقلوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفرحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معهم ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزام بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه واصطر فإن الله يتب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله لغلب السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسل لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هدوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخر لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فاخذوه وإن لم تؤتوه فأعذروا ومن يريد الله فتنته فلا تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآفرة عذاب عظيم سماعون للكذب يأكلون الإستوح فإن جاءوك فحكم بينهم أو عارض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يدرك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعيدهم التوراة فيها حكم الله ثم تولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هدوا والربانيون والأحبار والربانيون والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهد فلا تخشبوا الناس واخشعوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والآف بالعنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجرح الرصاص فمن تصدق به فهو كثارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثاره من عيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وأتيناه الإنجل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الكتاب ما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهامر عليه فحبا بينهم بما أنزل الله بما أنزل الله ولا تتبعوا هم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهجا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهامر عليه فحبا بينهم بما أنزل الله ولا تتبعوا هم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبغوا الخيرات إن الله مرجعكم جميعا فينبيكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبعوا هم واحدرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبكم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصار أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم ميق فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عند فيصبح على ما سر في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جاد أيمان إنهم لا معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد دميكم عديني فصوف يأتي الله بقوم يحبونهم يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يطافون لوم دائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكع ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا كتبا من قبلكم والكفر أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديت من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون مننا إلا أن آمنا بالله إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك كما ثبتنا عند الله لعنم الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنزرين قردة والخنزير والعبد الطاغوت أولئك شروا مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا أمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما تناك أنوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم العدوان وأكرهم الصحة لبئس ما كانوا يعملون لو لا ينهكم ربانهم والأحبار وعقولهم لذلك وكلموا الصحة لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلله قلت أيديهم ودعنوا بما قالوا بل يداهما بطوصطان ينفق كيف شاء وليسيد أن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك تغيانا وغفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب أمنوا اتقوا لكفرنا عنهم سيئات ولا دخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقوموا التوراد والإيجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت رجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون ولو أنهم أقوموا التوراد والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت رجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أنا الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك تضيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هدوا الصابعون وانرصر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا من ثقب الإسرائيل وارسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتدوا فعموا وصموا ثم تاب الله ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح من مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله واستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح من مريم إلا رسل قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبيل لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفع والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغنوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا سنع وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان دافو دوا عيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنهون عنه كريم فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب حالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجد أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا للذين آمنوا اليهود والذين أشركون ولتجد أن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصرا ذلك بأن منهم قسسين والرهبان وأنهم لا يستكبرون